اشرة مفصلة من الميادين اهلا بكم و الى عنوانها القوات التركية تدخل اكثر من الف شخص الى مدينة تل ابيض شمال شرق سوريا بقصد توطينهم بدلا عن سكان المدينة الاصليين نائب رئيس الامريكي في زيارة غير معلنة الى العراق اتصال هاتفي مع عبد المهدي ولقاءات في اربيل مع قيادة كردية نائب رئيس الايراني هددوا بالرد على الدول التي يثبت تورطها باثارة الاضطرابات في بلاده حكومة صنعاء تحذر الملايين من اطفال اليمن يعانون من سوء التغذية والالف منهم مصابون باورام من جراء اسلحة التحالف المحرمة نقلت القوات التركية قافلة فيها اكثر من الف شخص الى مدينة تل ابيض شمال شرق سوريا بقصد توطينهم بدلا عن سكان المدينة الاصليين مصادر للميادين اكدت ان القافلة انطلقت من مدينة جرابلوس في ريف حلب الشرقي وعلى متنها مدنيون ومسلحون ودخلت الى الاراضي التركية عبر معبر قرقميش ومنها الى ولاية شانلي اورفا واكدت المصادر ان القوات التركية اشرفت على اعادة القافلة الى داخل الاراضي السورية باجبار من فيها على دخول مدينة تل ابيض في ريف الرقاط الشمالي في مدينة تل ابيض ايضا ارتفعت الى 16 شخصا حصيلة القتل في انفجار سيارة المفخخة وجرى نقل 28 مصابا في التفجير الى المستشفيات التركية السيارة المفخخة انفجرت في شارع الصناعة امام احد مقار مسلح ما يسمى الجيش الوطني المدعو من تركيا وسط المدينة قال قائد القيادة المركزية الامريكية في البحرين ان نحو 500 جندي امريكي ما زالوا في شرق سوريا للتصدي لعملية داعش وبالتوازي قال المبوث الامريكي الخاص بالشأن السوري جيمس جيفري ان خطط بلاده للاحتفاظ بسيطرتها على حقول النفط في سوريا لا تخرج عن نطاق القانون الدولي قام نائب الرئيس الامريكي مايك بانس بزيارة مفاجئة الى العراق وزار قاعدة عين الاسد في الانبار واشار الى ان واشنطن ستتأكد من تمكن الكرد في سوريا من الاستفادة من النفط مع تأمين القوات الامريكية الابار هناك واجرى بانس اتصالات مع مسؤولين عراقيين بيان لرئاسة الحكومة العراقية اكد ان عبد المهدي وبانس بحث هاتفيا اخر التطورات في العراق وجهود الحكومة واجراءاتها الاصلاحية فيما نقل بينس عن عبد المهدي تأكيده احترام الاحتجاجات السلمية والعمل على تجنب العنف تحدثنا عن الاضطرابات التي وقعت في الاسابيع الاخيرة هنا في العراق اكد لي انهم كانوا يعملون على تجنب العنف او القمع الذي نراه يحدث وتعهد لي بانهم سيعملون على حماية واحترام المتظاهرين المسالمين كجزء من العملية الديمقراطية بنس زار كذلك اربيل حيث استقبله رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسعود او مسرور بارزاني الجانبان بحث اخر مسجدات الوضع في العراق والمنطقة والسبول تعزيز العلاقات بين اربيل وواشنطن وجرى تأكيد مواصلة دعم الولايات المتحدة لقوات البشمركة في اطار جهود مكافحة الارهاب بنس وخلال لقاء اكد اهمية التحالف بين الطرفين واصفا الكرد بالحلفاء المهمين للولايات المتحدة وفي هذه الاثناء تتواصل التظاهرات في العراق ولسيما في شارع رشيد وسط بغداد المؤدي الى سحتين التحرير والخلاني ومبنى البنك المركزي مرسلنا افاد بحصول صدامات في محيط البنك المركزي حيث حاولت القوات الامنية ابعاد متظاهرين ومن وصفوا بالمندسين عن الحواجز الاسمنتية في الموقع وفي ذيقار نجحت القوات الامنية بمنع متظاهرين من قطع الطريق الى حقل الغراف النفطي اعيد فتح معبر الشلامج الحدودي بين العراق وايران امام حركة المسافرين بعد اغلاقه لمدة اسبوع وكان معبر الشلامج القريب من مدينة البصرة اغلق امام المسافرين بمجب طلب من ايران يوم السبت الماضي بعد الاحتجاجات التي اندلعت ضد قرار رفع اسعار الوقود نائب رئيس الايراني اسحاق جهنجيري اكد انه اذا ثبت تدخل بعض دول المنطقة في الشؤون الايرانية لاثارة الاضطرابات فان الرد عليها سيكون سيئا يجب ان تعلم بعض دول المنطقة انه اذا تم العثور على دليل لتدخلها في الشؤون الداخلية الايرانية لاثارة الاضطرابات والحاق الاذى والخسائر بالامة الايرانية لن ترى يوما اخر من دون مشاكل في هذه المنطقة ايران ليست دولة يمكن التلاعب معها بهذه الطريقة وسوف يتلقون ردا سيئا بالتأكيد اتهم حرس الثورة الايراني بعض دول اطراف بحر قزوين وامريكا واسرائيل وسعودية والامارات واجهزة استخبار تم بدعم اعمال الشغب وزعزعة الامن في ايران المتحدث باسم الحرس العميد رمضان شريف قال انه تم القاء القبض على قادة اعمال الشغب الرئيسيين في البرز وشيراز وتهران وخزستان وستتم محاسبتهم في الوقت المناسب اكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي رفض اوروبا سياسة الضغوط القصوى التي تتبعها امريكا في مواجهة ايران وخلال مشاركتها في حوار المنامة اعلنت نية الاتحاد الاوروبي البدء قريبا بتسيير دوريات بحرية منفصلة عن امريكا في الخليج واعلبت عن قلقها من تراجع الدور الامريكي المتعمد في المنطقة لقد شهدنا تراجعا تدريجيا متعمدا للانخراط الامريكي في الشرق الاوسط حين بقي تفخيخ السفن من دون رد تم اسقاط طائرة مسيرة وحين ظل ذلك من دون رد قصفت المنشآت النفطية اين سيتوقف كل ذلك اين هم الذين يؤمنون الاستقرار هذا الوضع خطير حتى بالنسبة للذين يعتقدون انهم يربحون لان الجرأة ليست بعيدة عن التهور من جهته حذر وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية عدل الجبير مما وصفه باسترداء ايران وفي كلمته في حوار المنامة شدد الجبير على انه لا يمكن السماح لاران بمواصلة نهج سياستها الخارجية والقائمة من خلال الاهداف الطائفية واضاف ان المنطقة بين خياري الخير والشر بعد الهجوم على منشآة ايرامكو في الرابع عشر من ايلول سبتمبر الماضي ولفت الان رياض لا تعارض الحوار مع طهران لكن الردع يجب ان يستمر لمنع ايران من تكرار الهجمات فاصل قصير ونواصل بعدها النشرة اهلا بكم من جديد خمسة ملايين واربعمائة الف يمني يعانون من سوء التغذية نتيجة حرب التحالف السعودي من بينهم مليونان وتسعمائة الف طفل دون الخامسة من العمر صورة قاتمة عرضتها وزارة الصحة في صنعاء في اليوم العالمي للطفل شهداء وجرحاء او مرضى وذو اعاقا واقع اطفال اليمن في ظل حرب التحالف هذه الامو من محافظة اب وسط اليمن قدمت الى صنعاء لعلها تجد ضالتها وتنقذ طفلها ابن الاشهر الستة الطفل يعاني من سوء التغذية الحاد فلا ادوية في مدينتها ولا خدمات صحية تعينها على علاج ابنها مستشفية غالية غالية وماشي حضانة مثل هنا حضانة خاصة رقدنا عمر ستة ايام مدينة 150 الف على ليلي رجلنا بعد صدروا ابنها السبعين قالوا دي حكومي بس دي من عندنا كرة 10 الف لهانا بس قد احنا مضروري خمسة ملايين واربعمائة الف طفل مصابون بسوء التغذية في اليمن رقم اعلنت وزارة الصحة اليمنية في يوم الطفل العالمي وزارة الصحة طالبت الامم المتحدة بايضاح حول مصير اموال المساعدات المنهوبة فيما اطفال اليمن يموتون في هاشتاقات حصلت للمنظمات يقال اين الفلوس ونحن ايضا نطالب كوزارة معنية اين الفلوس هذه ان تذهب هذه الفلوس التي تذهب نفريات نفقات سيكوريتي سيارات مدرعة الطفل ليس محتاج سياراتكم المدرعة يحتاج الى حضانات نحتاج الى اجزة التنفذ الصناعي ما نسبته 29% بحسب احصاءات الوزارة هو ما يقدم للامهات والاطفال من الخدمات الصحية في ظل حرب التحالف السعودي فيما يعمل 48% من المراكز الصحية فقط مع عدم توفر الامكانات الضرورية اللازمة لانقاذ حياة المرضى 150 الف طفل يمني يموتون سنويا بسبب الاوبئة والامراض والنقص الحاد في الادوية ومنع السفر وفق تقارير اخيرا نتاج حرب التحالف فأي يوم عالمي للطفل وأطفال اليمن في مواجهة مستمرة مع الموت احمد محمد زبيب صنعاء الميادين توقعات المبوث الاممي الى اليمن مارتن جريفث بنهاية قريبة لحرب التحالف لم يرى فيها السياسيون في صنعاء سوى ابتعاد عما يجري على الارض احمد عبد الرحمن توقعات جديدة بنهاية قريبة للحرب في اليمن اطلقها المبعوث الاممي مارتن جريفث في احاطته امام مجلس الامن ودليله تراجع وطيرة الحرب تراجع يشي بوجود افق للسلام لدى الاطراف المعنيين بالصراع على حد تعبيره وفي الوقت الذي تجاهل فيه مبادرة صنعاء قال ان اتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي يمهد للحل السياسي في اليمن من دون ان يوضح ما هي تذلك الحل او كيفية التوصل اليه نحن ضد هذه الاتفاقات التي تتم على حساب شعبنا الرغبة موجودة لدينا كشعب لكن لا توجد رغبة للسلام في الامم المتحدة ولا الدول الداعمة لدول العدوان وزارة الدفاع في صنعاء نفت كلام المبعوث الاممي عن انخفاض الغارات الجوية بنسبة 80% خلال الاسبوعين الاخيرين وعدم تسجيل اي غارة جوية في يوم احاطته مؤكدة استباق احاطته باثنتين عشرة غارة تركز معظمها على صعدة اعقبها ست اخرى على حرض الحدودية في حجة رافقها ست محاولات تقدم فاشلة بغطاء جوي على الحدود والجوف وتعز قتل وجرح خلالها العشرات من مقاتلي التحالف بينهم سعوديون فيجب ان يوقف وقف كامل وشامل للحرب او للعدوان وللغارات الجوية وفتح مطار الصنعاء ورفع الحصار اما هذا فهو يدل على ان النوايا ليست نوايا حسنة للوصول الى السلام في الجلسة نفسها ومع ابداء الكويت استعدادها لاستضافة الاطراف اليمنيين لبحث اتفاق نهائي للازمة جاء الرد على لسان عضو المجلس السياسي الاعلى محمد الحوثي بعدم اعتقاده بتحمس اليمنيين لاجراء مفاوضات في اي دولة قبل توقف العدوان ورفع الحصار والحضر الجوي بين ما يقوله المبعوث الوممي والواقع على الارض هوة واسعة يحاول غريفث ردمها بالدعاءات سرعان ما تتبخر وينكشف زيفها ما يزيد من عمق هذه الهوة احمد عبد الرحمن صنع الميادين اقتحم مئات المستوطنين الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل في وقت منعت فيه سلطات الاحتلال الفلسطينيين من الوصول اليه واجبر الجنود الاسرائيليون المئات من اصحاب المحال التجارية في منطقة باب الزاوية وسط الخليل على اغلاق محالهم التجارية ومنعوا حركة المواطنين تمهيدا لاقتحاب المستوطنين منطقة شارع بئر السبع لا يكترث الفلسطينيون لكل المحاولات الاسرائيلية لترهيبهم ففي تحرك يهدف الى حماية المسجد الابراهيمي من التهويد ادى اكثر من ثمانية الاف فلسطيني صلاة الفجر في المسجد وسط تكثيف الدعوات لتأدية الصلاة في اوقات الفجر والمغرب والعشاء وهي اكثر الاوقات تعرضا للانتهاكات من قبل المستوطنين الاسرائيليين في مقابل هذه الحملة التي بدأت منذ اسابيع تواصل اسرائيل بجنودها ومستوطنيها اعتداءاتها الممنهجة ففي المكان نفسه الذي فقد فيه المصور الصحفي معاذ عمارنا عينه اليسرى تعاود قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتداء على الفلسطينيين بكل الوسائل المتاحة وقفة احتجاج في بلدة صوريف شمال مدينة الخليل ضد مصادرة الاراضي لصالح الاستيطان حولها الجنود الاسرائيليون الى معركة ضد المحتجين اعتداءات بالايدي والقنابل الصوتية والرصاص الحي لم تتمكن من اسكات صوت الغاضبين برغم اعتقال بعضهم نهار الخليل لم يختلف عن ليلها مئات المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة من المدينة وتحديدا في مناطق السهلة وحاجز ابو الريش وحارة الجعبري انتهاكات ادت الى اصابة عشرة فلسطينيين نقل على اثرها الى المستشفى على وقع صيحات المستوطنين الاعتداءات الاسرائيلية استكملت في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة وتخللتها اعتقالات واصابات بالرصاص المطاطي والاغتناق مصادر محلية اكدت اشتعال النيران في الية للشرطة الاسرائيلية خلال اقتحامها حي عبيد داخل القرية وتمكن الجنود من اخماد النار بصعوبة تحت وابل من المفرقعة النارية هذا واظهر فيديو مشهد اعتقال الجنود الاسرائيليين للطفل عبد الرزاق ادريس في حي جبل جالس في الخليل في الاراضي المحتلة هذا الفيديو اظهر الجنود الاسرائيليين مدججين بسلاح اثناء اعتقال الطفل في سياق متصل اصيب خمسة فلسطينيين اثر مهاجمة مستوطنين لمنازل اهالي حي الشهداء وتل الرميدة في المدينة خرجت تظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية ورافضة لاستضافة جنود من الجيش الاحتلال الاسرائيلي في جامعة يورك في طورنطو الكندية الاحتجاجات نظمها ناشطون البدأس المناهضون لاسرائيل بالاضافة الى جمعيات عديدة في محاولة منهم لالغاء هذا الحدث وهتف المتظاهرون خلال الاحتجاجات بشعارات مثل من النهر الى البحر سيتم تحرير فلسطين ولا لاستقبال القتل لا لاستقبال جنود اسرائيل تحرير فلسطين تحرير فلسطين تحرير فلسطين في اعقاب صدور لوائح اتهام نهائية بحق بنامين نتنياهو دخلت اسرائيل في مرحلة خطيرة يشبها الحذر والترقب ولسيما في ظل حديث متزايد عن بروزي ملامح تمرد داخل حزب الليكود هني فحص اتهام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيمين نتنياهو بجرائم الرشوى والتحايل وخرق الثقة ادخل اسرائيل في دوامة اسئلة على المستويات كافة القضائية والسياسية وحتى الامنية رحل اسئلة والمخاوف الاكثر الحاحن دار حول الخطوط الحمر التي سوف يتخطها نتنياهو في حربه الدفاعية عن مصيره السياسي والشخصي نتنياهو خطر على اسرائيل هذا الشخص الذي اعلن امس الحرب على الدولة بين يديه كل القوة لديه جيش من خلفه وايران من امامه ومن دون خطوط حمر مصدر رسمي مطلع قال لنا هذه صفارة انذار حقيقية مدام نتنياهو قويا فهو يعرف كيف يكون مكبوحا بهذه القوة اما وهو ضعيف فهو اخطر ولسيما مع كابين الضعيف ووزراء يشتهون السلطة وفي ذروة خطاب تحرضي وتهديد من نزول الى الشارع ضد السلطات القضائية واجهزة فرض القانون حذر مراقبون من تدعيات منع نتنياهو من تشكيل الحكومة عبر فتوى من المستشار القضائي للحكومة سيجد نتنياهو صعوبة بلغة جدا في الفوز في الانتخابات المقبلة لذا اذا كان لابد من ذهابه الى البيت فليكن ذلك عبر حكم قضائي من المحكمة او عبر صندوق الابطراع ولكن ليس بقرار من المستشار القضائي للحكومة السؤال حول مصير نتنياهو وجه انظار المراقبين نحو خطي الدفاع الاخيرين الذين يتحصن نتنياهو خلفهما وهما معسكر اليمين وحزبه الليكود هناك حيث ساد صمت مدون ولسيما من كبار قادة المعسكر والحزب صمت لا يستشف منه بحسب مراقبين سواء عهد نتنياهو قارب على الافول في ظل ملامح تمرد داخل الليكود والحديث عن شروع قادة الحزب في سن خناجرهم استعدادا لحرب وراثة لا هوادة فيها تعهد المرشح لرئاسة الجزائرية عبدالعزيز بالعيد برفع كل العراقيل التي تكبح الاقتصاد الوطني والذي اكد انه يمر بازمة حادة وخطيرة وفي تجمع الانتخابي في اطار اليوم السابع للحملة الانتخابية بمحافظة الشلف شدد بالعيد على ان تجد الاستثمارات الخارجية طريقها الى الجزائر عبر قوانين مرينة تحمل اقتصاد الوطني لا بد اننا نفكر في الاقتصاد الحقيقي المستقبلي ان كل شيء لازم يجيب قيمته ولازم يربح ما نخدموش بالاخصارة في كل مؤسسات ونفتح العزلة على السكان هذا المطار مش فقط مرتبط بالخطوط الجوية الجزائرية نفتح الابواب الاستثمار الوطني وكي الناس عندما مورد قد نشت طائرة ووعد المرشح علي بن فليس خلال تجمع الانتخابي في محافظة الميديا بفتح حوار وطني شامل يضم الجزائريين كافى بمختلف توجهاتهم السياسية وذلك بهدف لمشمل المجتمع الجزائري ولفت الى ان الاهم هو فتح نقاش معمق حول دستور جديد للجزائر إذا وافقت بشنقود الشعب الجزائري بعد الانتخابات وفوغني الشعب الجزائري لأن أكون رئيساً بالبلد سأفتح مرة أولى وهي جمع الجزائريين كطبقة سياسية عقب جمع الجزائريين كطبقة سياسية حوار وطني شامل حول طوالي الأساسية حول مصير الجزائر حول دستور جديد وفاتح كل الناس بعد بنا بعض الإخوان الهيال هذا الحوار يكون شامل بدون إقصاء وكود بنفسي هذا الحوار هذه أعمالية أولى تدروها مش نشمعوا إجلاب التعب بدورها تبرى المرشح عبد المجيد تابون أن الجزائر كانت تحت سيطرة وسطوة من أسماهم بالعصابة والقوى غير الدستورية وفي تجمع الانتخابي بمحافظة خنشلة أكد أنه قد حان الوقت لتصحيح المسار ورفع الغبن عن الجزائريين بالطبع يعني البلاد بلاد تحت بين يدين عصابة عصابة مالية تحميها قوات أو قوة غير دستورية ومشى المسار شو المسار في الشركة نحبينه هو البلاد اليوم مع بعضنا كلنا إن شاء الله نمشوا لتصحيح الأوضاع لازم نحاول بقدر الاستطاع وبالإمكانيات المتوفرة فيه إمكانيات أننا نرفع الغبن على الجزائريين اللي تغبنوا قال وزير الخارجيات الصيني وانجي إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر أو مصدر لعدم الاستقرار في العالم وخلال لقائه نظيره الهولندي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان قال إن السياسيين الأمريكيين يشويهون سمعة الصين في العالم دون تقديم أدلة ويستخدمون أدوات السياسة التي تملكها الدولة للحد من المصالح المشروعة للشركات الصينية أطلقت مجموعة من الصحفيين والمراسلين في بوليفيا بالتعاون مع زملاء من الأرجنتين وغيرها من بلدان أمريكا لاتينية أطلقوا وكالة بوليفيا المقاومة كأداة صحفية متعددة القوميات لمواجهة الانقلاب الذي تم تنفيذه ضد رئيس إيفو موراليس وفي بيان قالوا إن الصحفيين أو قال الصحفيون إنهم بعد الانقلاب قرروا وضع أنفسهم في خدمة الشعب البوليفي وإنشاء الوكالة كرد فعل كفاحي على الانقلاب الذي أسكت وسائل الإعلام المعارضة له وأخيرها حجب تلسور عن المشاهد البوليفي والآن إلى العنوين القوات التركية تدخل أكثر من ألف شخص إلى مدينة تل أبيض شمال شرق سوريا بقصد توطينهم بدلا عن سكان المدينة الأصليين نائب الرئيس الأمريكي في زيارة غير معلنة إلى العراق اتصال هاتفي مع عبد المهدي ولقاءات في أربيل مع قيادات تركي كردية نائب الرئيس الإيراني يهدد بالرد على الدول التي يثبت طورتها بإثارة الاترابات في بلاده وحكومة صنعاء تحذر الملايين من أطفال اليمان يعانون من سوء التغذية والآلف منهم مصابون بأورام من جراء أسلحة التحالف المحرمة دوليا للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت والميادين بالإسبانية لمتابعين باللغة الإسبانية إلى اللقاء